السلام عليكم طلاب ان شاء الله اليوم راح نختم مادة الاحصاء الهندسي بالمحاضرة الالكترونية السادسة اليوم ان شاء الله راح نتناول اخر مواضيع والي هي عمليات الجمع والضرب والتبادل والتوافق في الاحتمالية هذه المواضيع اليوم ان شاء الله راح نتطرق لها قانون الجمع في الاحتمالية وقانون الظرف الاحتمالية والتبادل والتوافق نجي القوانين العد والحساب في الاحتمالية اول مرة نتعرف على معنى التقاطع والاتحاد التقاطع في الاحتمالية يعني الظرب يعني هس ان شاء الله بالامثلة راح نجي نشرح راح من يحشينا عن حدث يقاطع حدث او حدث مع حدث في يعني انه هذي عملية ضرب فالانترسكشن افنت يعني الاحداث المتقاطعة اللي هنا اي و بي اي تقاطع بي هي نتائج نتائج اللي تظهر بكل الحدثين باي او بي يعني لما اقول اي تقاطع بي يعني هذا النتائج ظاهرة بالحدث اي وظاهرة بالحدث بي نتائج مشتركة اما الاتحاد اتحاد اي عن بي هذني معناها جمع يعني يا اما الاحداث تظهر لي بالاي يا اما الاحداث تظهر لي بالبي اوكي اذن ارتقاطع الاحداث اللي تظهر بكل الاحداث اما الاتحاد فالاحداث اللي فقط تظهر باحد الاحداث اي او بي اهنان ايضا فد مراجعة للماتشوالي عن نوت ماتشوالي ايفنت نقلنا الماتشوالي الاحداث اللي تحدث كل واحد على حدة يعني ماكو اي ارتباط او علاقة بيناتهم بينما النوت ماتشوالي الاحداث تكون مرتبطة اهنا مثلا اقل لك راح اشمر حجار النارد واريد عدد يطلع لي فردي ويقبل قسمة على اثنين مستحيل ان يكون عدد فردي ويقبل قسمة على اثنين اذن هاي النوت ماتشوالي اه سوري ماتشوالي بينما اقل لك اريد عدد زوجي ومنفس الوقت يطلع لي عدد اربعة اذا هاي احداث نوت ماتشوالي ممكن ان يكون اربعة وممكن ان يكون زوجي بنفس الوقت نجي تعريف للاحداث مراجعة لهن ايضا الانديبندنت ايفنت شنو معناها الاحداث الانديبندنت يعني الاحداث المستقلة يقلك الحدث اي لمن يظهر ما يؤثر باحتمالية الحدث بي يعني احتمالية ظهور الحدث اي اي don't affect the probability of a core event بي لمن صير حدث اي ما يؤثر لي بحدث بي مثلا يقلك طالب ينجح بالرياضيات ما الا علاقة وما يعتمد بنجاح بالجيولوجيا هذه مادة وهذه مادة هذه الى درجاتها وهذه الى درجاتها هذه الى سعية وهذه الى سعية اذا احتمالية نجاح الطالب الفلاني بالرياضيات ما تعتمد على احتمالية نجاحه بالجيولوجيا كل مادة على حده اذا هاي احداث مستقلة independent event هس افتحنا شنو احداث المستقلة يعني حدث ما الا علاقة بالثاني تمام independent events بالعكس احداث غير مستقلة يعني حدث مرتبط بحدث مثلا هنا انا يقلك to event are said to be dependent when the occurrence of the first event change the probability of occurrence of the second event يعني يقلك احتمالية ظهور الحدث الاول راح تغير لي انتبه انه راح تغير لي وتأثر على احتمالية ظهور الحدث الثاني مثلا selecting a ball from an box يعني لما اختار عندي صندوق بمجموعة كرات نفرض مراقمة او ملونة فلما اجي اختار لي كرة لما اجي اختار لي كرة من هذا الصندوق وارجع اختار كرة ثانية راح تأثر لي شون نفرض انه انا كراتي مثلا صندوقي بخمس كرات حمراء او خمس كرات بيضاء اوكي فاجيت خذية اول كرة سحبتها نفرض انه طلعت حمراء اجي اسحب ثاني كرة مثلا لك ما احتمالي كرة ثانية انه تكون بيضاء زين انا من اجيت اول مرة سحبت اول كرة اللي هي الحمراء اول شي راح تأثر لي بالسحب الثاني انه قل عدد الكرات الحمر يعني بدال لا كان انه ممكن البيضاء تكون نفرض احتماليتها واحد بالمية هسا لا راح تكون احتماليتها جوز خمسة بالمية قل عدد الكرات وكراته بشكل عام قل والكرات الملونة الحمراء ايضا قل اذا نتيجة نتيجة ظهور الحدث الثاني اللي هو بي اللي هو select another wall تأثر بالحدث الاول اعتمد عليه اذا هذي dependent events الاحتمالية الشرطية ايقلك هي احتمالية حدث الى علاقة بالحدث الثاني بعد ما الحدث الثاني يصير يعني يعني شنو معناه ايقلي شنو احتمالية الحدث بي المعطى بالنسبة الحدث اي اللي هو اصلا صار يعني احنا عرفنا احتماليته وعرفنا شنو هو الاحتمال مال بي شنو بالنسبة الاحتمال اي يعني ايقلك اذا احنا عدنا صندوق وبعدد من الكرات سحبنا اول وحدة وما رجعناها اوكي سحبنا اول وحدة وما رجعناها اللي هي الحدث الاول اللي هو اي سحبنا كرة فلما اجي اسحب ثاني كرة هذي ثاني كرة اللي هي بي راح احتماليتها تتغير تقريبا الكونديشنال بروبولتي هي مشابهة للديبندنت افنس نفس القوانين نفس الخطوات فايقلك احتمالية بي بالنسبة الاي لما هذا الحدث صار المات شوالي اكسي كلوسيب افنس احنا شرحناها قلنا حدثين ايو بي مستحيل يصورون سوية بنفس الوقت مثلا يقلك انا راح اشمر الحرجر النيرد ورد احتمالية انه يطلع لي واحد او اثنين بنفس الوقت مستحيل لان هو من تشمر انت حجر النيرد فقط واجه واحد راح يطلع لك اللي هو يا اما واحد يا اما اثنين مستحيل يطلعوا لك سوية النات مات شوالي اكسي كلوسيب افنس هذي الافنس مثل ايو بي اللي ممكن نصي سوية بنفس الوقت مثلا اشمر حجر النيرد وقلك القالة عدد زوجي واثنين بنفس الوقت هو طبعا ممكن ان يكون اثنين هو نفسية عدد زوجي فاذن هذي نوت مات شوالي الشور افنس قلنا الاحداث المؤكدة اللي هي تكون احتماليتها واحد يعني مية بالمية والامبوسيبل افنس اللي هي الاحداث اللي تكون مجموعة خالية صفر يعني مستحيل تصير طلاب اهنان نرتبتلكم جدول بنوع الاحداث كلها وقوانينها الجمع والضرب والكونديشنال بروبيوليتي اله تمام اهنان نجيهن واحد واحد المات شواليكسكلوسيب طه هذا قانون الضرب مالته احتمالية اي ضرب بي يعني يعني اي انت بي اللي هي الضرب معناه تقاطع صفر اللي احنا قلنا المات شواليكسكلوسيب احداث ما ممكن تصير سوية اذا ماكن نقاط مشتركة ببيناتين اذا النقاط التقاطع ببيناتها صفر هل ارجع لكم للشكل السابق هذا هذه نوت مات شوالي اه عفوا مات شواليكسكلوسيب هذه الاحداث ايو بي انتبهوا انه اي هنا او بي هنا ماكن نقاط مشتركة ببيناتين ها طبعا مربع كل اللي هو فضاء العينة قلنا احنا فضاء العينة والاحداث هي مجموعة جزئية من فضاء العينة هنا ماكن نقاط مشتركة ببيناتين نقاط التقاطع صفر ببيناتين واحنا ش عدنا عدنا الاي تقاطع بي معناه انه اي ضرب بي اوكي فاسه هنا تقاطع صفر اذا اي ضرب بي صفر اوكي بينما هنانه النوت مات شوالين تابو هنانه اكو نقاط تقاطع ببيناتين نقاط مشتركة ببيناتين هل نرجع للجدول هسه نجي نفهم هن قلنا احتمالية اي ضرب بي يعني من اجي اقول يعني اي و بي احتمالية ظهور الحدث اي و بي بنفس الوقت لما نقول ظهور الحدث اي اي و بي الو الو معناتها ضرب معناتها تقاطع يعني شنه احتمالية الظهور دان الحدثين سوية بنفس الوقت يعني النقاط المشتركة ببينات النفس الوقت اذا هاي معناتها عملية ضرب فالضرب معناتها الكلمة الانت و اللي هي التقاطع فالمات شوالا يقلنا صفر نقاطة خاطبة عملية تجمع احتمالية ظهور الحدث اي او بي اذا هنانه الزائد معناها او هنانه معناتها انت اتجمع معناه اور احتمالية الظهور اي او بي شي ساوي لي الجمع يعني اتحاد التقاطع معناتها ضرب والجمع يعني اتحاد شي ساوي لي احتمالية اي زاد احتمالية بي الكوندشنال بروبيبولتي يقلك يعني شنو احتمالية ظهور الحدث اي بالنسبة الحدث بي ان احنا قلنا اي و بي بالنسبة المات شوالا ما بينات النقاط مشتركة فاذا ماكو اي احتمالية يعني لمن يصير حدث بي ما رح يغير لي بحدث اي او من يصير لحدث بي ما رح يغير لي بحدث اي يعني ماكو حدث يؤثر بحدث ثاني اذا ايضا صفر نجي للنوت مات شوالي اكسكلوسيب افينت الضرب قانون الضرب مالتين اللي هو التقاطع قلنا احنا الضرب التقاطع معناته انت والجمع معناته اتحاد اللي هو اور قانون الضرب بالنسبة للنوت مات شوالي هذا بالنسبة للا اي تقاطع بي ياما يساوي لي احتمالية الحدث اي في احتمالية الحدث بي على اي او بالنسبة اذا كان الحدث اذا كان الحدث الاول اي اذا كان الحدث الاول بي نفس القانون ما عدا تغيير هنا اي في بي على اي هنا بي في اي على بي البي المقام هو الحدث الاول اوكي قانون الجمع نفس المات شوالي بس ما عدا اهنان ناقص احتمالية اي تقاطع بي لان هنا قلنا المات شوالي اكو نقاط والنوت مات شوالي اكو نقاط مشتركة بيناتهم نقاط تقاطع في هنا انا ناقص احتمالية اي ضرب بي معانته اي تقاطع بي الان دي بينتيند افينز نفس الحالة اهنان قانون الضرب اي ضرب بي يعني اي تقاطع بي يساوي لي احتمالية اي في احتمالية بي قانون الجمع تقاطع بي قانون الجمع نفسيتي بالمات شوالي احتمالية حدوث الاي. شنوه بالنسبة لاحتمالية حدوث بي لما صارها. هو نفسية احتمالية حدوث اي لان ما تأثر بي لان قلنا هي احداث مستقلة. وهذه قوانين الديبندنت فانتم اطلوب معتكم تحفظون هاي قوانين وتفهموها لان اذا ما فهمتوها ما راح تقدرون تحفظوها. افتهم ان هاي ما تشوالي ما اكون نقاط مشتركة هنانا الصفر. هنانا اكون نقاط مشتركة اذن هذا قانوني هنيتشي. هنان الديبندنت بالنسبة لاحتمالية الشرطية هي هاي قوانين مالة الضرب الديبندنت ايضا هاي قوانين الضرب مالتها اللي هي نفس قوانين ضرب الماتشوالي اكس كلوزي الاحتمالية الشرطية مالتها ايضا هذي قوانينها. هنانا سويتكم جدول عمو تميزون بين الجمع وبين الضرب. بين الجمع وبين الضرب. يمتى اضرب ويمتى اجمع. يمتى استخدم قانون الجمع اللي هو الاتحاد ويمتى استخدم قانون الضرب اللي هو التقاطع. اوكي. اهنان اي زائد بي معناته اي اتحاد بي. يعني بالسؤال يقل لي ما هي احتمالية ظهور الحدث. اي او بي. اي او بي. او بي. او تجييني جملة ممكن انه يظهر ما هي احتمالية ظهور واحد على الاقل او واحد من عندهم هذا معناه الجمع هذا معناه للجمع اما الضرب فلما نيجي يقل لي ما هي احتمالية ظهور الحدث A and B A and B او يقل لي بوث اكور او اثنيناتهم يظهرون او اثنيناتهم جميعا يعني together اكور both اكور A and B اكور فهذا شنو معناه معناه عملية الضرب اللي هي التقاطع يعني الاحداث اللي مشتركة ببيناتهم فبالسؤال من يجيك تجي يشوف شنو موجود عندك or لو عند مكتوب لك at least one اكور لو both اكور one of them لو together تجي على اساس تحدد تستخدم قانون الضرب لو قانون الجمع حسب الجدول اللي سويت الكمية هنا تستخدم اي قانون تجي يشوفوا اي قانون ضرب واحدة حساب اتا فهمك شنو كبنات النقاط مشتركة او لا هاي سنجي قانون الجميع نحكي بالتفصيل It's also called the Union A-B هو اتحاد A and B The Union A-B of two events يعني A and B هو انه تظهر واحد من عندهم على الاقل في الوقت نفسه وهنا جاي يقلك The Keyword يعني الكلمة اللي من عندها راح تعرف انه هاي عملية جمحية الor مثل ما قلناها الformatual exclusive هذا القانون انا كلهم ثلاثتكم اياها بالجدول مثال هنا يقلك اذا كانت احتمالية حدوث الحدث A واحد على ستة واحتمالية حدوث الحدث C واحد على ثلاثة ثم انتبهوا شنو قانوني هذا القانوني بالنسبة للماتشوالي اهنانه واحد على ستة زائد واحد على ثلاثة والساوي واحد على اثنين هسه مثال ثاني يقلني عندي صندوق يحتوي اربع كرات سوداء وخمس كرات بيضاء وثلاثة كرات حمراء اذا واحدة من الكرات سحبناها اوكي فشنو احتمالية تكون هذه الكرة سوداء او بيضاء تمام فالسوداء بي يعني احتماليته بي زائد البيضاء اللي هي وايت شنو احتماليته احنا كم كرة عندنا اربعة وخمسة تسعة وثلاثة اثناش اذا مجموعة الكرات كلها اثناش تذكروا احنا قلنا احتمالية اي حدث هو النسمول على الن كابتل يعني بس الاحداث الخاصة بالحدث على مجموعة احداث كلها فمثلا بالنسبة للسوداء هو اربعة على مجموعة كرات كلها اثناش بينما بالنسبة للبيضاء خمسة على مجموعة كرات كلها اثناش اذا احتمالية انه تكون سوداء وبيضاء هي هذه الجمع تمام جمع لني الاحتمالية اهنا قلنا القانون ذاك الجمع خاص بس بالماتشوالي هذا قانون الجمع خاص بكل بقية الاحداث سواء نوت ماتشوالي ديبيندينت اندبيندينت هذا القانون العام مالته احنا اقول لك ممكن انه القانون يتوسع لثلاث احداث اذا كان عندي يعني حدث اي زاد حدث بي زاد حدث سي ناقص هناك ممكن احنا اي تقاطع بي فقط هسه شوني اي تقاطع بي واي تقاطع سي وبي تقاطع سي وزاد التقاطع مالتين ثلاثتين هاذا اذا كان عندي ثلاث احداث اجهسل هذا المثال ايقلي ايقلي رجل شوت او هدف على هدف معين باحتمالية واحد على اربعة هذا الرجل سموه اي والرجل بي عنس الهدف باحتمالية اثنين على خمسة ايضا شوت على او هدف على هذا الهدف اللي قدامه نفس الهدف باثنين على خمسة شون احتمالية انو اثنيناتهم راح يصيبون الهدف اي اور بي بنفس الوقت فهنان اي اور بي معناته اي اتحاد بي فالحدث اي زاد الحدث بي هنان طبعا هاي الاحداث نوت ما تشور ليش ممكن اثنيناتهم يصيرها بنفس الوقت يعني ممكن اثنيناتهم يهدفون او يشوتون او يصيبون الهدف بنفس الوقت فاذا نستخدم هذا القانون اللي هو احتمالية اي اللي هي هاي واحد على اربعة زاد احتمالية بي اللي هي اثنين على خمسة ناقص احتمالية اي تقاطع بي احنا قلنا اي تقاطع بي شن معنات معنات احتمالية اي في احتمالية بي اتجي عاول احتمالية اي واحد على اربعة زال احتمالية بي اثنين على خمسة ناقص احتمالية اي التقاطع بي يعني احتمالية اي في بي يعني واحد على اربعة في اثنين على خمسة وتساوي 11 على عشرين احتمالية انه اثنين هم بنفس الوقت اي شوتون او واحد من عندهم راح يقدر يشوت على الهدف يصيبه قانون الضرب بالنسبة لقانون الضرب إذا فأدي أنا شيء لي إذن أحداث أثنين حدث E وحدث E1 و E2 فشل القانون الضرب إلي E1 في E2 بشكل عام البقية الأحداث فقانون الضرب عندي E1 في E2 يساوي لإحتمالية E1 في إحتمالية E2 بالنسبة E1 وأيضا نقل إذا عندي ثلاث أحداث ممكن يتوسع قانوني هذا القانون أجي أخذ مثال أقل لي عملية إنتاج أو تصنيع وجبات غذائية فعندي هناك 12 نوع يعني هذا المصنع يصنع 12 نوع من وجبات غذائية معلبة أو مغلفة معاش نوع فيقول هناك أربعة موديلاس أو أربع أنواع من هاي الوجبات الغذائية ستايلها نوت أوكي يعني مو جيدة رديئة تمام والبقية والبقية يعني أربعة شنو هتطلع القلم لحظة أربعة منها يصنعش بات والبقية والبقية جيدة عندي ثمانية جود ستايل أوكي عندي أنا مصنع يصنع 12 موديل الوجبات غذائية أوكي أربعة يعني مو بالنوعية جيدة نوعية رديئة بينما ثمان أنواع نوعية جيدة بش يقلي يقلي إذا ثلاث موديلات انسحبت من هذ الوجبات عشوائيا يعني عندي ذن صنع عش وجبة الجيس سحبت طلعت من عندهم ثلاث وجبات غذائية وحدة وراء الثانية وين افتر ذا اذر وذ ريتيرنين ذا بولبارت يعني شي سوي أجي أسحب وحدة شفتها شنية ورجعتها أجي أسحب الثانية ورجعتها ورجعتها ورجعت سحبت الثالث يعني أسحب ورجع أسحب ورجع فهذا ذن ثلاث سحبات يقلي شنو احتمالية انو هذن ثلاث سحبات ثلاث هذن يكون من النوعية الجيدة أو ثلاث هذن يكون من النوعية الرديئة طبعا تمام طلاب انتهموني عندي أنا مصنع يصنع وجبات غذائية يصنع اثنعش نوع من الوجبات الغذائية هاي الاثنعش اربع نوعيات من عد هذن جيدة عفوا رديئة اربع نوعيات رديئة بينما ثمان نوعيات الباقية جيدة فشي قل لك اجيت انا سحبت ثلاث انواع من هذن الوجبات الغذائية بشكل عشوائي اجي اسحب اول وحدة وارجحها واجي اسحب ثاني وحدة وارجحها واجي اسحب ثالث وحدة وارجحها اوكي فشنو احتمالية ثلاث سحبت ثلاث هذن يطلع من النوعية الجيدة او ثلاث هذن يطلع الحدث الاول في الحدث الثاني في الحدث الثالث ليش هنا استخدمت الضرب ما استخدمت الجمع لان انا جاي اقول سحبت ثلاث سحبات يعني الاولى والثانية والثالثة و و و و ان اوكي انا استخدمت هنا ان مو اور اوكي فاجي شنو قانون بالنسبة الي هنا طبعا الاحداث اندبندنت يعني احداث مستقلة لانا من جاي اسحب جاي ارجحها فما راح اتأثر لي بالعدد الكلي يعني فلو اجيت ان اطنعش سحبت وحدة من عدهن وبقت اهدعش فمن اجي اسحب الثانية راح يكون مجموعة الكل عندي اهدعش لا بقى مجموعة اطنعش ما اتأثر لانا جاي اسحب ارجح فهي احداث مستقلة اندبندنت فمعنا اشي ساوي لحاصل ضرب الاحداث ثلاثتهم فاجه الاحتمال الاول انه تكون كلها جيدة قلت انا جيدة اشقل عدد هن ثمانية من اثناش فثمانية من اثناش للسحبة الاولى والسحبة الثانية والسحبة الثالثة فهي احتمالية انه تكون على اثناش للسحبة الاولى والسحبة الثانية والسحبة الثالثة واضربهم وهي احتمالية انه يكون ثلاثتهم نوعية ردية نجي هنا ايضا لهذا المثال اقل لك طالب طالب امتحن رياضيات وامتحن احصان اذا كانت نسبة نجاح بالرياضيات اثمانين بالمية وبالاحصاء سبعين بالمية ونسبة نجاح باثنيناتهم انت يعني اثنيناتهم يعني هاي نقطة التقاطع ببين نقطة الاشتراك ببين اثنين بالمية ممكن ينجح باثنيناتهم يعني هاي عندي اي وبي البي للستاتيستك للاحصاء وهنانا للموثمتك الاي احتمالية نجاحة بالرياضيات والبي احتمالية نجاحة بال بال استاتيك بالرياضيات عفوا بالاحصاء فال الاي اللي هو ثمانين بالمية والبي سبعين بالمية بس اشقد المشترك بياناتهم ستين بالمية اوكي ستين بالمية ممكن ينجح بالمادتين سوية اوكي فاجه هنا اش يريد من عندي يقلك ما احتمالية انه ينجح واحد منهم على الاقل هاذا الجملاء شنو معناها قلنا جمع يعني اي اتحاد بي واجه اطبق القانون اي اتحاد بي يعني اي زائد بي اش ساوي احتمالية اي زائد احتمالية بي ناقص احتمالية التقاطع ببيناتهم اللي هي مطين ايها هاي يقلك انه احتمالية انه ينجح بثينات نسوية هاذ هي التقاطع يعني اي انت بي يعني اي في بي هو اصلا مطين ايها الجاهزة احتمالية الصفر بوينت ثمانية زائد بوينت سبعة ناقص بوينت سنت اللي هي نقطة التقاطع والاشتراك بيناتهم وتساوي لبوينت تسعة احتمالية نجاح بواحد من الدرسين ياما بالرياضيات ياما بالحصائي يعني تسعين بالمية ممكن ينجح بواحد من هذين يقول لك ما يحتمالية نجاح فقط بالرياضيات انا عندي هاي كله اشقيد ثمانين بالمية هنا انا اقدر احلق طريقتين يا اما هي شي اقول يا اما اقول هاي كله اي ثمانين بالمية ناقص ستين بالمية مشترك وي متقاطع وي بي تطلع لي اشقيد اثنين بالمية يعني اثنين بالعشرة اما شاق وتذكرون من قلت انا المتمم مال اي اش يساوي لي واحد ناقص احتمالية اي اوكي المتمم اللي هو يعني اذا يقل لك هذا يصير معنا هذا ما يصير هذا ما يصير هذا يصير يعني مثلا اذا هاي نسبة النجاح معنا هاي نسبة الفشل او بالعكس اذا هاي نسبة الفشل معنا نسبة النجاح يعني الشي العكس لهذا فانا اقل لك اذا هي نسبة نجاح 0.8 شنن نسبة فشلة شنق الواحد ناقص 0.8 ويساوي 0.2 نسبة فشلة او رسوبة بالرياضيات هس شن يقل ما احتمالية انه ما ينجح ولا واحد من عدهن النذر of them او انا نسبة نجاح باثنينات هاي شكيت 0.9 اذا نسبة فشلة باثنينات واحد ناقص 0.9 وتساوي الواحد بالعشرة يعني 10 بالمية او او هس نجي الموضوع التباديل والتوافق التباديل 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 شن سفاد من عنده والتوافق مثلا هي عملية ترتيب الاشياء مثلا اقيد طيق مثلا اعداد اقل كم طريقة اقدر ارتب بها هاي الاعداد بكم طريقة اقدر ارتب جلوس الطلاب بهاي القاعة بكم طريقة ممكن اسوي لجنة لجنة طلاب من مثل صفي 50 طالب يطلب اعداد طرق شون اقدر ارتب بها بالنسبة للتباديل طريقة ترتيب دائما طريقة تطلب الترتيب يعني انه في الترتيب معين احتاج بها قانونها هذا بالن للار يساوي مضروب الان على مضروب الان ناقص مضروب الار طبعا المضروب اكيد انتم ما اخذي قبل فد مراجعة الي مثلا عندي مضروب التلاثة شي ساوي لي ثلاثة في اثنين في واحد وطلاب يخلوها ملاحظة يمكن مضروب الصفر ساوي لي واحد اوكي مثل مضروب الخمسة شي ساوي لي خمسة في اربعة في ثلاثة في اثنين في واحد وهكذا هذا قانون المضروب فبالنسبة للتبادل هذا قانوني الرئيسي مضروب الان يعني العدد الكل علي مضروب الان ناقص العدد الجزئي عدد الطرق اللي يريد تمام هنا ناقلنا مضروب الصفر شي ساوي لي واحد اجي مثلا هنا يقول لك how many different ways can two books be read if there are selected from a group of six books with regard to order لما يطيك هاي الجملة with regard to order يعني باعتبار او اعتماد الترتيب معناتها تبادل اوكي permutation تبادل اذا انطاك هاي الجملة with regard to order فاجي مجموع الكتب قد عندي ستة اللي هو الان وكم كتاب يريد اختار اثنين اللي هو الار فهذا قانو انه مضروب الستة اللي هو مضروب الان على ستة ناقص اثنين يعني ان ناقص ار ويساوي ثلاثين اجي اطلع مضروب الستة وطلع مضروب الاربعة واقدر هنا نقبل اختصر يعني مثلا اربعة اهنان اجي على رأسا مضروب الاربعة رأسا اختصر وهذا بدون ما اطلع ناتج يعني هنا اواصل القول ستة في خمسة في مضروب الاربعة مضروب الاربعة وهنا وستي اللي هو هذا اربعة فيه ثلاثة فيه اثنين هنا انا شنو عندي مضروب الاربعة واجي اختصر هنا بدون ما اكمل تمام هاي بالنسبة للتبادل بالنسبة لل توافق combination ايضا اريد من عندي عدد طرق الاختيار اشياء او ترتيب اشياء بس هنا هنا ما يعتمد عملية الترتيب يعني باختيار هاي الاشياء ما يعتمد يعني مثلا يقول انا كم طريقة اريد كم طريقة الجلوس ست طلاب على ست كراسي فقط اريد كم طريقة بينما بالتبادل ايقلي اريد كم طريقة ان يجلوه ست طلاب بدون تكرارهم او مثلا هنا ثلاث بنات هنا ثلاث بنات يعني يحددلي يخصص لفتشي معين بينما بالتوافق لا ما يحدد لي ما يخصص لفتترتيب معين بس مجرد طرق وبشكل عام مثلا هنا انا مجرد طريقة مجرد طريقة كانت تسامبول بيتست اذا كانت تسامبول من قروب من ست سامبول مجرد طريقة ما دام قللي مجرد طريقة هناك هنا مجرد طريقة معناته شنو توافق وهذا قانوني ستة بثنين هنا الان اللي هي ستة والار اللي هي ثنين دائما هذا الار هو جزء و الان اللي هو الكل هطبق قانوني قانون اخر يقل لي هنا فريق مال باسكتبول يتكون من اربع لواعيب رئيسيين و اثنين لواعيب جديدين من ضمين للتيم مطلوب من عندي اختار عشرة اختار من عندي عشر لوعيب لهذا التيم يتكون يعني انا مطلوب من عندي تيم من عشر لوعيب يتكون من خمسة باسك و عندي نشجاد خمسة نيوم هذول اللواعيب اللي عندي يريدني اكون من عندهم فريق من اربعة من دولة باسك واخذ اثنين من دولة نيوم يعني فريقي يتكون من ست لوعيب فريقي يتكون من ست لوعيب اثنين من عندهم من النيوم واربعة من عندهم من البيسيك عندي كنهم جد عشرة والنيو جد عندي خمسة فأرد كم طريقة ممكن اكون بيها فريق يتكون لي من ست لوعيب اربعة من عندهم باسك واثنين من عندهم وكم طريقة ممكن اكون بيهم كم لاعب ممكن اختار فهناني استخدم قانون التوافق للمعطان في الترتيب معين مجال اريد اختار لوعي باربعة باثنين اوكي فاجي هناني هذا قانون الرئيسي فاش راح اقولن هناني بالنسبة لل بايسيك وهنان بالنسبة لل انيو الخمسة اللي راح اخذهم الثنين اللي راح اخذهم من الخمسة وهنها الاربع اللي راح اخذهم من العشرة واطبق قانون التوافق مالتي واللي هي اشقال الفين ومية مثل لتكوين يعني عندي الفين ومية طريقة اكون بيها هذا الفريق اللي هو من ست لواعب من مجموعة خمسطعش لاعب اوكي اجي هناني قالون ثاني ممكن ايضا يستخدم الحصول على هذي النتيجة بس احنا ما راح ندرسه اللي هو الاحتمالية الجزء على الكل اوكي يعني هناني يقول لك شنو الاحتمالية اللي استنتجها من اختيار هذي الفريق اذا اختاريت منعتهم اثنين جديدين واربعه بايسيك هذا الفريق بالنسبة اذا اختاريت لا بشكل عشوائي اختاريت جيد ستة من هذول الاخمسطعش واحد يعني بدون ما احدد انه هذة نيو هذة بايسيك لا مجرد اجي اخذ ستة لواعي من هذول يعني دول الخمسطعش اجي اجمعهم سوية اجي اختار منعتهم ستة كم طريقة عندي اللي هي خمسة الاف وخمسة طريقة بينما هذا احددت لا اوكي بس اثنين من دول الخمسة واربع من دول العشرة فعندي بس الفين ومية طريقة الاحتمالية للحصول على هذني اللي هو هذا الجزء عليه الكل اللي هو الفين ومية على خمسة وخمسة طلاب ان شاء الله بهذا الموضوع رح نختم محاضرتنا ونختم مادة الاحصاء الهندسي وان شاء الله اتمنىكم بها كل التوفيق وايضا رح ارسل لكم شيت من مجموعة اسئلة محلولة تفيدكم ايضا تفتهمون بها المادة اكثر وتستوعبون المواضيع والقوانين وان شاء الله اي سؤال او استفسار اكيد يعني ممكن ان تتواصلوا على تليجرام او على جوجل كلاسروم وايضا رح نسوي بها هذه المادة كوز على منتق روها اكثر وتفتهموها طبعا بنهاية المحاضرة وبنهاية المادة اتمنى اكم كل النجاح والتوفيق يا رب واتمنى ان تستفادوا من هذه المادة بمجالات حياتكم وايضا بالمراحل الدراسية المتقدمة شكرا جزيان اكم طلاب واتمنى اكم كل التوفيق واهلا وسهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة